السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معدنا مع m-high m-high unit 1 on camera طبعا احنا النهاردة هنتكلم مع prep 2 او الصف الثاني الادي يريد تتابعوا الفيديو للاخر عشان تستفيدوا من ال unit كلها لو انتو عايزين تلموا ال unit على بعضها اوكي طبعا زي ما احنا عارفين انا دائما ببدأ بال definition او اهم التعريف اهم التعريفات اللي جات في ال unit كلها بعدها ان شاء الله بناخد the most important words or vocabulary اهم او احسن الكلمات في ال unit بعد كده هنبدأ بال reading وبعد reading طبعا الجزء اللي احنا كلنا بنحبه هو جزء grammar وبعد grammar هاملين حياء كده check point صغيرة عن re-write عن ال unit سواء كانت grammar او vocabulary تابعوا الفيديو للاخر وانتظرونا في اهم vocabulary او اهم ريعت عن vocabulary اوكي يالا مين نبدأ on camera number one the most important definitions او اهم التعريفات انتعلي 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 يعني في البداية at the beginning at the beginning or at first معنى في البداية سواء كانت at the beginning or at first the definition or the definition number two illegal illegal يعني غير قانوني against the law against the law يعني ضد القانون illegal number one italy number two illegal number three offenders 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 يعني مذنمين او مخطئين people who break the law الناس اللي بيتخالف القانون الناس اللي بيتخالف القانون طبعا انا عندي البربر بريك هنا طبعا مجد بعده كلمة law قانون بيكون معناه يخالف مش يكسر تمام break the law يخالف القانون number one entirely number two illegal number three offenders number four war 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 what's the meaning of war war معناها يحزن to tell sb about sth dangerous يعني sb ويعني sth اللي دائما بنلاقيها في كتب المنار او في كتب الخارجي طبعا sb هي اختصار لكلمة somebody او الاسم من some واول b من but number two to sth او something اختصار الاس هي اختصار كلمة some والth اختصار كلمة thing طبعا ليه بيعملوها كده لانها بتتكرر كثير في definition فبيتصرها sb or sth to tell somebody انك تقول الشخص about something عن شاء ما dangerous او خطير interact 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 يعني يتفعل one 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 تكون متصل او متفاعل مع شخص المي يعني اقلين انتظر لي الليجل اوفيندرز وار انتراكت نمبر سيكس كاش ماشين كاش ماشين او مكينة تصرف اماشين فرام ويتشو كان ويزدرو ماني ايه طبعا المكينة او الانة اللي تصرف لنا الماني الفروس سارفلانس يعني مراقب تكارفل واتشينج انك تشاهد بعاناية او بحرص اوف بيبول للناس هو ماي هاف دن سامسينجرام اللي من احتمال انه مايكون عاملوا حاجة غل اجين زكارفل واتشينج المشاهدة الحريصة اوف بيبول للناس هو ماي هاف دن سامسينجرام اللي من المحتمال يكون عاملوا شيء خلط نمبر ايد ديتر ديتر ايكوال برفانت ماينا يا همنا الان اتخال شخص اتخال شخص بيبول peril اين ماي منش حاجة again to make somebody decide not to do something to make somebody decide not to do something number nine tags 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 ياني لفتاوتك levels which you come which you attach to an item levels which you attach to an item طمعن هي علامة أو لفتاة which you attach to the house in an item and it was a mحدd or an ounce of mine okay again entirely illegal offenders war interact cash machine surveillance debtor tax number ten shoplifters shoplifters يعني لما نصوص المحلات people who start from shops people who start from shops هم من ناس اللي بيسرقوا من المحلات okay again entirely illegal offenders war interact cash machine surveillance debtor tax shoplifters monitoring monitoring يعني يركب بالكامر كيفينج الشيك ان سامسي انك تظل تفحص شيئا نمبر تول ساتزين ساتزين يعني مواطني انا بتاتسوا بستيت او نيشن هم الساكنون في منطقة او في نيشن في دعوني ودلوقتي ما عدنا مع نيو ودلوقتي ما عدنا مع نيو يطور او ينمي يتعرف على يتحرر ينقل ينقل رئيسي او اساسي مجرم ملف معلومات صغيرة ملف معلومات صغيرة موقع تردد فالكوفت مجاهز جيد برمانت دير سالري مردد ان ترانس في رسوم الدخو انقراطフل غير ممتن ان فافل او مؤيد لي ملاكورة قد مؤقت مؤقت اكسبريت يغضب و بيغير معنى سوى اتااتش То يوافق عنا طبعا هنا عندي هذه الجود التعبيرات إن هو لما بيجي البربوزشن مع الفورب و بيغير معنى شوي مثلا اول بروزشن عندي هو To اتااتش To يرافق بي وبتجي بمعنى كلمة اتااتش منت اللي هي بيبي دائما اللي هي زي دبوز للين مرحقات أو المرافقة Be Able To قادر عن From يستفيد من Fear from خائف من Save from آمن من بدل نجي الان Sorry in من حيث الفكرة Contact in على اتصال بدل on Rely on يعتمد على بدل out Find out يكتشف يبقين Develop Recognize Investigate Transfer Detect Major Criminal Coquid Location Frequency Fully equipped Bermanent Salary Entrance fee Ungrateful In favor of Pitch Temporary Excessible Attach to Be able to Benefit from Fear from Save from Sorry in Contact in Rely on Find out Okay يلا بينا بعد الوقت على جزء Ready يلا بينا Somebody is watching you شخص ما يراقبك CCTV Cameras Were initially Developed as A means of Security of Banks CCTV CCTV الكاميرات الملقب Were initially Developed as Means Of security طبعا بنقدم بها في حماية البنوك أو أمان البنوك And Britain في بريطانيا They first appear in 1953 ظهرت أول مرة في سنة 1953 And by the 19th وقبل الستينيات There were already a few cameras in Major Street in London كان في كاميرات قليلة في الشوارع الرئيسية في London Today There are more than 4 million CCTV cameras across the country دلوقت ما أول يوجد حوالي الكثير 4 مليون كاميرات مراقبة في الدول That's one camera for every 14 people لدرجة أن يوجد كاميرا لكل 14 فرق The cameras are there to form dangerous or illegal behavior طبعا الكاميرات ديت موجودة علشان ترائب الأعمال الخطيرة أو التصرفات الغير قانونية With new software مع software الحديث They can automatically recognize the faces of non-offenders تقدر طبعا automatic تعرف أو تتعرف على الأشخاص والوجو And the new kind of CCTV in the can detect angry voice and automatically warn the police of travel وتبعا في كاميرات حديثة تقدر كما تصدر أصوات وتتصل مباشرة بالبوليس لو في أي مشكل Some CCTV cameras can't even interact with people They are watching كمان ندر نقول أن يوجد بعض الكاميرات بتعمل عملية interact للأشخاص الغير للأشخاص اللي بيرأبوا القرار They watch all of us بيشهدونا كلنا أو بيرأبونا كلنا Almost all of the time طبعا معظم الوقت Every time we go into the shop في أي وقت نروح فيها للمحل Use a cash machine نستخدم فيها مكينة الصرفة or travel on public transport أو حتى نتنقل أو نسافر في الموصلات العامة Camera records our action الكاميرات بتراي بتصرف ها Number B The amount of servants in town and cities across Britain is increasing because it's sought to deter crime طبعا كمية المراقبة في المدن سواء كانت صغيرة أو كبيرة في بريطانيا بيزيد بسبب أنها بترائف القريمة بعض البضائع في المحلات now have RFID tag radio frequency identification tags يعني لوائح radio بتساكل طبعا أنا وش قصده هنا radio radio ولكن قصده لها التسجيلات التاش دوتوزام زي بظبط لوح نشتري حاجة من المحل بنبوصل نلاقي فيها جهاز أبيض كده أو اسود أي مكان لونه المهم إن الجهاز ده عبارة عن رسائل radio when you pick up one of these items لما بناخد واحدة منها the RFID sends radio message يبعد رسالة to a CCTV camera للكاميرا تكاميرا المراقبة and the camera starts filming you تبدأ ترابك shops say المحلات بتقول that this technology إن التكنولوجيا ديت helps to catch shop lifters بتساعد في الأفضاء على رصوص المحلات but only by treating everybody ولكن بواسطة التعامل مع كل شخص is as a potential criminal بتعامل الناس كلها إنها مقربية نبارس cameras and the tags are not the only ways of maintaining our action مش بس الكاميرات والتاكز هي الوصيلة الوحيدة لمراقبة تصرفاتنا every time في كل وقت you make or receive a call بتستقبل المكالمة on your mobile phone على موبايل the phone company شركة التليفون knows the number of the phone تعرف رقم التليفون you are calling اللي انت بتكلمه and how long the call lasts ومودة المكالمة صمارة قد ايه it's even possible to work out your exact location من الممكن كمان ان اعطرف اللوكيشن بتاعه الموقع the police often use this information البوليس بيستخدم طبعا المعلومات دي كلها when they are investigate serious criminal لما يعوز ويتحروا عن جرائم خطير number d and what about satellites وماذا عن الأقمار الصيناعية زي watching us from space دي بترأي من الفضاء much can they see كل اللي يقدر يشوفو anybody with a computer اي حد عنده computer can download يقدر يحمل google earth and get satellite ويحصل على القمر الصناع نصور من القمر الصناع of the world لكل العالم perhaps governments ربما الحكومة are coming even more powerful satellites يكون عندك أقمر صناعي أكثر قوم to watch the illegal action عشان تنائم الأفعال الغير قانونية of their criminals من المقرمون even when if حتى لو you are at home انت في البيت you are interneccessory سيب مش هتكون في أمان from severlands من الصرقات أو من يعني من الصرق high speed internet connections كمان اللي تصال الحديثة بالسرعة العالية have made computers more volunteer than ever before ever before طبعا غير الأول خالص when you use your computer لما تستخدم computer to visit website علشان تزور بها مواقع you are probably من المحتمل sending and receiving وتستقبل cocaz ملفات without realizing it من غير ما تتعرف عليها cocaz transfer information معلومات النقل الملفات الصغيرة from your computer من الكمبيوتر بتاع to the website للمواقع and answer you وطبعا على فكرة أو النظرية دي code record نقدر نسجل which website you visit انت بتزور أي مواقع or perhaps رمبما somebody شخصا ما has said successfully installed a keystroke logging program يقدر يعرف هانا password بتاع تدخول برامك on your computer على computer بتاع this record every letter بتسجل كل حرف that you type انت بتكتب on the keyboard على الkeyboard بتاع your passwords كمان الباس بتاع your emails and your bank account numbers حسابتك البنكية for example اصبع المثال modern technology التكنولوجيا الحديثة is making it easier and easier to stay in contact تقدر دلوقت تخليك على اتصال دايما اسهل واسهل but it is also ولكنها ايضا making it not impossible for us to hide يعني بتخلينا صعب جدا ان احنا نختبئ او نتلاقي او نكون مختفين عن الناس او بمعنى صح خلتنا مكشوفين جدا جدا وبكده انا خلصت جزء ريدي تعالوا بينا نشوف جزء الجرامع يلا بينا اول حاجة في الجرامع عندنا the present symbol طبعا احنا عارفين present symbol تقريبا في كل مرحلة بناخده تمام هو طبعا مهم جدا 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 بس اعتقد ان هو صحيح اللي كبان علينا جدا جدا تعالوا ناخد عليه revision سريع ونشوف present symbol اولا اما كنت بتكلم عن اي تيز في انجلش لازم اعرف ان انت هستخدمه علشان اعرف انت استخدمه وانت مستخدمه او انت استخدمه غيره present symbol بستخدمه لما كنت تكلم عن facts او لما كنت تكلم عن habits اعداد متكررة الحدوث present symbol دايما بيحب يتكلم عن السوابت الحاجة اللي مش بتتغير كتير كتير طيب تعالما نشوف اول حاجة الـ sentence او القملة المسبدة القملة المسبدة هي القملة اللي ولا فيها نوتي ولا فيها وليه قوششن مارك ولا يمنسي ولا يستخدمي الطب يبقى القملة هتبدأ بال lgmd after lgmd I will use infinitive or verb plus s, e s or ies. طبعاً infinitive أو plus s ده ينطبق على حسب السبجكت بتاعي. إذا كان السبجكت اللي عندي I أو you أو we أو ذي أو أي بلور النوم. أي اسم مفعدة. I أو you أو we I أو they أو أي اسم مفعدة. أو أنه he أو she أو at أو أي سنجلر نوم أو اسم مفعدة. طيب لو سمعت أنا إمتى أستخدم s أو es أو ies على أي حسب؟ على حسب نهايات. على حسب نهايات الذرب. لأن إنت أتحط ال s أو es أو ies في نهاية الذرب فبالتالي هنا اللي بيحكم عليك هو النهاي. يعني مثلاً إذا كان الفعل بتاعي بينتهي بc h أو sh أو u أو x أو s أو ss في كمتالي حالات دي أنا يعني نفعش تزود s بس. أمنا تزود y a teacher هزود e s. 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 wash. wash. washes. go. goes. mix. mix. ماكس يعني يخلط طبعاً مع ال hee وال shee وال it بتكون mix. أوكي. طيب ده بالنسبة ل hee وال shee وال it لما يكون الفيرب نهايته من النهايات دي. طب تعالوا نشوف بقى لو في نهاية تانية. إيه هي؟ مثلاً إذا انتهى الفيرب بالليتر y. حرف ال y. ولكن بشرط ان يكون قبل ال y دي كونسمنت الليتر أو حرف ساكل. في الحالة ديت أنا هعمل ايه؟ أنا هاشتو بال y. هاشتو بال y واستخدم i e s. الشيء ال y خالص. واستخدم i e s. اوكي. as example. as example. study. ده فيرب اخر y. وقبل ال y حفز هيكب. في الحالة دي معانيه والشي وال it هتكون studies. في الشكل ده. تمام؟ اما البرب play أو stay anyway يعني. اخر one. وقبلها فاول طالما قبلها حرف متحرك. في الحالة دي بخلي ال y زي ما هي وزي بس حرف ال is. اوكي؟ طيب. تعالوا نشوف بقى. النغative sentence أو الجملة المنفية. النغative sentence بستخدم نغative sentence أو ال subject. وبعدها السبجيكت. وبعدها السبجيكت. don't أو doesn't. don't أو doesn't. بعدها الضرب فيه في ال infant. اوكي؟ she cries every day. لو انا قمنا زي دي عايز نستخدم لها النغط. او او اي زعب لها النغative بتاعها. هقول اين. she doesn't. طبعا لكي ندود دي و تيجي بعد السبجيكت. doesn't. شير ال i وال y. ال i وال e وال s. وارجع الفرب الأصله. ال infinitive. cry every day. طبعا. 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 وده جزء الرجل لكي همتوقع عنه هو اللي قدتلكم من أول الفيديو اللي عايز يستفيد تسنوا لآخر الفيديو. او اسمعوا آخر الفيديو. اوكي؟ طبعا. ايه كمان يا تيتشير؟ تعالوا نشوف ال question sentence. او الجملة في ال question السؤال. ابدأ الاول بال yes or no question او السؤال ال yes وال no. هيبدأ باي زي ما استخدمت don't to dozen في ال negative. هستخدم كمان do و does. do. does. بعدها subject. بعدها ال verb in infinite. طبعا والنفس اقتنموا في do او does يبقى ال verb دايما لازم يجي في ال infinite. بالنسبة لل do لان هي كده كده بتتكلم عن subject. ال I will you will we will they او اي اسم الجامعة فمش بتفرد. ازا كان infinite لان هو اصلا قريضي بيجي معهم في ال infinite. ولكن مع the does. انا ما the does موجودة وال hee والشي وال at. بعدهم بيجوا in يجي infinite. اوكي؟ لان اشوف اكزامبل ال question وكمان نعمل علي ال answer بتاعته. يلا لاتسي. what does. عاني. play football. everyday. يتبع كالي طيب انا بقى بصو على ادفاع كنا نعم يتبع او لا يتبع او انت يتبع كراس طبعا مش بكتب الاسم ولكن بكتب البرناد طيب تعالى نجمل او السؤال باداد استفاق سواء كانت وين وير وهاو او او كانت بعدها كلمة السر وتعالى لهم ممينه مين الدو والدنس بعدهم السبجكت بعدهم البرب في الفانت ايضا where do you go انتوا رأي فين I go to school ورا واحد المدرس صعبة اعتقد سهلة جدا دهالوا نشوف الجزء المهم ولا بيقى كتير جدا في شو زكريك تأصر او في الري رايت في البرزنط يلا بي Frequency Adverb طبعا Frequency Adverb يعني هي مش بس ظروف التكرار تمام ولكنها كلمة بتدل على البرزنط سيمبل بتدل على البرزنط سيمبل اوكي اسمع Frequency Adverb او ظروف التكرار طيب انا هقولهم وهقول معانيهم اي نعمة معانيهم مش مهمة ولكن مكانهم هو الاهم هنشوفهم Always يعني دي امن Usually عادة Often غالب Never أبدا Harder ever بالكاد ومن كمان مستعمل طبعا بعض الاحيان طيب ليه بتقولي مكانهم مهم طبعا هم بيقوا ما بين الاسوبجيكت والذيب تمام اي verb اي verb ما عدا verb to be يعني هي معادة verb to be يعني يعني معادة الام و is و are اذا كانت تقومنا فيها ام و is or يبقى ييجي الاول subject a او is او are بعدها ال Frequency افر تمام هلنشوف اكزامبل اللي دي اكزامبل she always comes late هنا ما بتقي منتقر زي ما تشاكيني هنا ان Frequency always جاي عين قبل verb جاي عين ال verb بلو هكزامبل هبشوفكم الانتانية كدا she as always late she as always late يعني هي دايما بتكون متأخذ ازا هي قبل اي قبل الصعبو سهلة سهلة جدا طب وما بيش تقعها هيا زي بدين الاخليار مثلا she would is always always this or usually usually are كدا يعني منعب على انهو يلعب مع البربرتوبي تمام فخلص احنا عرفنا كدا ان البربرتوبي لازم يلي تيجي فين تيجي قبل الفرقوانسي تمام طعا يلا بينا نشوف ايه كمي تاني جرامة عندنا النهاردة بقى هو هي the present continuous present continuous يعني المضارع المضارع المستمر بيدل على اي طرق زي ما انتفعنا الدلالة الاول بيدل على فع مستمر وقت الكلام يعني بيحصل دلوات بيحصل ايه دلوات ومن اهم الكلماته نبدأ المرادة بالعكس من اهم الكلماته now يعني الان at the moment في هزي اللحظة وطبعا lock انظر lesson اسمه لا وفيك معها كمان شوية تعبير تحذيرية زي مين زي مثلا watch out احترس mean و lock out تمام تعالوا بقى نشوف بيتكون من ايه عموما اي sentence في ال continuous معنى انه بيبقى فيه verbal to be قبل الverbal و الverbal لازمينك في ال i energy و هنتعامل بقى معاهم على هذا الاساس ان احنا هنتكلم فين هنتكلم في ال present ف هناخد verb to be في ال present هنشوف ازاي اول حاجة للجملة المثبتة وهجملة هده تتكون من ال subject am او is او are بعدها ال verb plus i energy الفعالة في نعيطة وهن اي جي و هنتنسوا ان ال verb لو كان اخر letter v و letter e في الحالة ديت عشان نحط ال i energy لازم احذف ال e عايز اكزامل come يبقى coming okay okay طيب يدرى بعدي الجملة العادية هل يزون مسلا now i am listening to music الوقت انا قاعد بع من اين بسمع موسيق okay طيب تعالوا نشوف الجملة كمال اللي بعدها او نقدر نقول الجملة negative negative sentence او جملة منفية طبعا طبعا جملة منفية يعني بستخدم not اول حاجة ببدأ بال subject بعد بعد subject am او is او are و او اتنسوا بعدها كلمة مين not بعدها كلمة not وبعد النط الفربو i n a g يعني معنى كده ان ال negative هيكون ما بين مين مين و مين verb to be والفعل verb to be والمين والفعل يعني جملة زي دي لو انا حبيت احطها في ال negative هقول now now i am not listening to music تمام تمام طيب تعال بينا بقى نشوف ال question ابدأ كيف ال question ما ال present continuous is our subject verb plus ing دي تكون تسؤال في ال present continuous are you playing football as example yes or no or no i am not انت هنا عملت مقص او امال ازاي ليه يعني are you طبعا احنا عارفين اني نوتو حوال الى i والاي طبعا بيجي معها ام من verb to be فبالتالي are you كلها انا بعضاتو حوال الى i am يعني اقول yes i am or no i am not هنا ممكن اكمل لكم العادل جدا يعني اقول yes i am playing football or no i am not playing football اوكي طيب هانا نشوف بقى السؤال بال question word هيختلف ايه بيجي اختلف ايه حاجة بادي اني هضيف ال question word بالاول دعنا نشوف ازاي question word is او are طبعا انا مش نحط امني اني انا مش هسأل نفسي وبعدين subject وبعد subject ال verb في ال i اني اجي بعدين بقى go طيب دعنا نشوف example اسمع what are you doing اسمع what are you doing the answer i am bilang سيقوم بس فعلمة سيقول لك يقون لك جملة فيها يجول يجول كلمة اولوز يقول لك لك امام جملة كما زي دي كغس هي اوه اوه ستاديز هارد استخدم ناو ولازم تخبرك من ناو لانه كابتل لازم تحط في اول جملة اوه اول حاجة هدريتها كتائزة كل علامات ال present symbol و هتستخدم كل علامات ال present اول علامة ال present هي ال arms تاني علامة ال I وال S و انت عاديد اجده بقى مرفيه و انا وصاصت اكتب حرف ال W لشان متنصويش ابدأ بقى من اول علامات ال present مويدو الار س بعد نحط الورباين نجي تاندي هارت و بعد نفل اخل 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 مدئين نا صحبه سحي طب تانا نشوف فاعدتا زي دانت بلاي فوتبول قال لي استخدم لوق طب عن طريقة ما اللوق بعد عالم التعجب كده معناها ايه استخدم برزنت كونتاني زي انت مغمض ايه اقول حالة ابدأ باللوق و علامة التعجب براء طب عن انت انت مش هننفع معاي خلاص اقول هاقول زي ار نا زي ار نا واقعي احط الالفرب بتاعي ايه جي زي ار نا لينغ فوتبول سهلت جدا انا ما اعطق اوكي في دا كم تكاكت تعال نشوفه معا الفرقوانسي ادبرب كمين ايه هي اول واحدة النافر او احنا تكلمنا على مكان ونخلاص احنا نشوف النافر في مشكلتها ايه النافر يلا نشوفه احنا عارفين ان النافر بتساوي بتساوي don't او doesn't ايه النافر ايه بتساوي don't و doesn't في المعنى ولكن مش في القعدة يعني ايه مش في القعدة يعني النافر مختلفة شوي مع doesn't play football بالضبط زي لما اقول بتساوي they never play football تمام ممتاز جدا ونفيش ايه مشاكل ولكن تعال نشوف doesn't she احنا عارفين ان طبعا انت انا ما في doesn't النافر في المعنى she doesn't go to school ايه مش بتروح المدرسة اما لو انا عايز استخدم never بصو بقى تقولنا تبقى انا زي she never انا عايمش طبط doesn't بس ما عطاش هنزل go كده من غير الاس علشان دي مجارة frequency adverb ولكنها مش ايه مش negative اوكي ايه مش بتساوي don't or doesn't يعني فاهمين هقول goes هستدلع الاس بتاعتها بتاعت التنس انت او وانت انت بيكون لها معنى ومع انت بصوا هي المعانى مش بعيدة عن بعض او ولكن بتفرق جدا في الجملة ولازم تكون دقيق وانت بيتذاكر كويس علشان وانت بتحلت حلها مظبوط اوكي تماما تعالوا نشوف اول verb عن دي لنارد ال verb stop يعني stop stop يعني يقف لما يكي بعد توقف بيبقى معناه يتوقف لفعل شيء يعني يتوقف عن فعل شيء ليفعل شيء اخر يعني يوقف النوية من حاجة عشان هي من حاجة ولكن لو جابا عندها verb y l g بيبقى معناها يتوقف عن فعل الشيء نهائيا يبقى اقلع عن الشيء زي لما اقول she stops smoking هي بطلت التدخين معناها ان هي معانتش بالدخن دي لكن لما اقول she stops to smoke يبقى هي sorry بطلت التدخين وبقيتش بحاجة تلي تمام لكن stop smoking نهائيا يبقى هي بطلت التدخين نهائيا number two forget يعني ايه forget forget معناها ينز لما ينجى بعد two verb y energy ينسى ان يفعل شيء نسى انه هي من حاجة بس ده معاناها ان الفعل ما حصدش الفعل ما حصدش يبقى two infinitive الفعل ما ايه ما حصدش اوكي طيب تعالوا نشوف forget man ing يفعل شيء وينسى يعني انا عملت حاجة ونسيت انا ان انا عملتها اصفا لكن الفعل هنا حاصف تمام طيب number three تعالوا نشوفها مين هي remember يعني ايه remember remember يعني يتذكر بتختلف اية بتختلف تعالوا نشوف ازاي معناها بيختلف remember two infinitive يتذكر ان يفعل شيء برضو نفس الكلام تنفرجنتي ده معنا ان الفعل ما حصدش تمام لسه الفعل ما حصدش لكن لما ايجي اقول remember verbo ing تذكر انه فعل شيء بقى وعمل الفعل بس ايه بيتذكر اوكي طيب يلا نشوف try number three number four try طيب تراي لما يجي بعد two و الفرب في الانفنتيب بيكون بمعنى يقرب ولكن لما يجي بعد الفرب لصعين جيب معناه يحاول اوكي يعني لما قول i don't try to smoke يعني انا مجربتش اني ادخل لكن i don't try smoking يعني انا محاولتش يجرب غير يحاول اوكي طيب الفرب go on طبعا هي يقول واحدها يذهب ولكن انا بتكلم عن expression على بعضه وتعبير على بعضه go and on مع بعض معناها ايه لو جي بعدها تقول infinite معناها يفعل شيء اخر يعني انا بعمل حاجه وعمل حاجه تاني معين ولكن لما يكون معدها فرب go on يجيب يبقى معناها يستمر اوكي ثالد sorry سايدة فرب عندنا هو regret regret يعني regret يعني regret يعني يعني خليني اقربها لكم شوية كده بصوا regret لما يجي معاها تقول انفانة ده معناها يندم ان يفعل شيء يبقى الفعل ده ما حصلتش انا ندمت اني ما عملتوش ولكن لما يجي معاها برب go on يندم على ثالي شيء يبقى حاجه وعملها وندم ايه وندم عليها اوكي طبعا الافعال ده سهلة مش صعبة ولاي ولا حاجه ولكن محتاجة بص شوية تركيز صغيري اوكي ان اوكي اوه انا بس ان شاء الله باذن الله واحاول ان شاء الله قبل الامتحانات اكونوا نتهالكم بزء 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 فيه بحيث ان شاء الله والمفاجئة كمان ان انا بازن لها املكم ان شاء الله هتكون في الوحدة على بعضها اشرح فيها كل الاستنزات سواء كان بكل التفاصيل اوكي هتكون الوحدة بازن لها اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون اعجبكم وبازن اللي تحاولوا تلموا اليونت كلها وتستجمعوا كل المفيد في اليونت مع الوحدة اوكي اه سانكيو اند بي باي لو اعجبكم الفيديو دوسوا اللايك ولو عندكم اي تعليم او عندكم اي حاجة ان اعزان نشرحها ابعتوا هاي بس ونشرحها لكم ارادين اكيي سانكيو اند باي